السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وياهل وسائل ومرحبا اليوم لدينا حديثنا عظيم يسميه أهل العلم بحديث البطاقة فما هو هذا الحديث نذكره مع شيخ مد محمد القاسم في كتابة شرح الباقيات الصالحات تكلمت عن فضل لا إله إلا الله وأنها فضل الذكر وكذا إلى أن قالت أن ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمة على رؤوس خلايق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسئين سجلة كل سجل منها مد البصر ثم يقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيء أظلمك كتبت الحافظون ثم يقول الله لك عن ذلك حسنة فيهاب الرجل أو فيهاب الرجل ويقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنات فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني وين هذه وهذه فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وذلك طبعا أنها رواه ابن ماجي وطبعا هذه الصحاحة والألباني وغيره فتقول حفظها الله حديث البطاقة هذا يعظمه العلماء فهو من أرجاء حديث الوعد لأهل الكبائر ومعلوم أن كل مؤمن له مثل هذه البطاقة وكثير منهم ترجح عنده السيئات والسبب في ذلك لأن صاحب هذه البطاقة قالها عن إخلاص وتوبة فأحرقت هذه السجلات متى ما قالها عند الموت عن توبة أو قالها عن توبة وإخلاص وصدق ويقين وسار عليها حتى الموت فإنه يكون له ذلك وذكرت أن هذا أيضا بكلام الشيخ عبد الزراج في شريط مسجل ولا شك أن هذه كلمة لها شروطها لا إله إلا من المحافظة على الصلاة وعدم ارتكاب الكفريات فالله مستعان لكن لا شك أن هذه كما قالت من أدلة أهل السنة على أن أهل الكبائر يدخلون إلى الجنة حينما قالت فهو من أرجاء حاديث الوعد لأهل الكبائر ولا نقول أن أهل الكبائر من أهل النار والله مستعان صلى الله عليه وسلم ورحمنا برحمته وجعلنا ممن يقول هذه الكلمة صدقا والله على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر